خلونا بقى نعرف إيه اللي بيجرى في شرم الشيخ دلوقتي زملتنا العزيزة ريهام الديب مفادة التلفزيون المصري في شرم الشيخ من قاعة المؤتمرات زكيا ريهام احكي لنا إيه اللي بيجرى أهلا بيك يا يوسف والحقيقة يعني أنا بحييك على الكلام اللي أنت ذكرته المؤتمر عظيم بكل ما تحمل الكلمة من معنى الحقيقة يا يوسف وقد إيه السمعة الدولية يعني بالنسبة لقدرة مصر الحقيقة على تنظيم مؤتمر بهذا الشكل بهذا الشكل الرائع في التنظيم وقد إيه هو مؤتمر عملاق وضخم جدا والحقيقة هو بيحظى بمشاركة دولية واسعة وحالة من الزخم العالمي واسعة النطاق مهما وصفتلك يعني يمكن ديه أول مدخلة معيك يا يوسف أنت كان طبعا ليك قبل كده مدخلات مع زميلي إلهام نمر ويوسف عبدين وإيمان منصور دي أول مدخلة معيك بس عايزة أبدأ كلامي الحقيقة أن احنا من أول ما دخلنا مدينة شرم الشيخ علشان طبعا بنتشرف الحقيقة أن احنا بنغطي هذا المؤتمر المهم اللي بيعتبر الحدث الأبرز على مستوى العالم لأنه بيتعرض لقضية بتعتبر من أخطر قضايا القرن وهي الحد من الأثار السلبية لتغير المناخ أول ما دخلنا مدينة شرم الشيخ أنت بتلاقي المدينة بتتلقلق بمعنى الكلمة بتتلقلق بمعنى أنه الأعلام اللي موجودة الخاصة بكل دول اللي مشاركة في هذا المؤتمر المهم الحقيقة يعني قد إيه موجودة في كل مكان هنا في المؤتمر وكمان في كل المدينة الحاجة التانية كمان أنه المساحات الخضراء اللي بتملأ مدينة شرم الشيخ تحولت فعلا يوسف إلى مدينة خضراء بكل ما تحمل الكلمة من معنى استخدام الطاقة الشمسية استخدام الطاقة النظيفة استخدام الكهرباء والغاز الطبيعي بالنسبة للحافلات اللي موجودة وبعض السيارات الصغيرة أيضا اللي موجودة فالحقيقة مدينة شرم الشيخ قدرت أن يتضرب أروع الأمثلة على أنه هي مدينة خضراء وفي نفس الوقت أنه هي يعني بتعمل على تحقيق الأهداف المنتظرة إن شاء الله من مؤتمر تغير المناخ اللي بيحمل شعار معا للتنفيذ النهاردة طبعا يوم خاص جدا لأنه بيحمل عنوان يوم التمويل التمويل طبعا زي ما أنت عارف وزي ما كلنا عارفين هي الركيزة الأساسية لتنفيذ كل المفاوضات اللي تمت قبل كده كل الإجراءات اللي تمت قبل كده تعهدات الخاصة بالدول الكبرى الخاصة طبعا بتمويل مختلف المدن أو الدول النمية والدول الفقيرة والدول الأفريقية بشكل خاص اللي بتعتبر هي الأكثر تضررا مع أن هي أقل تأثيرا الحقيقة في إحداث هذه الإنبعاثات الضرة ولكنها تضررت من هذه الإنبعاثات بشكل كبير ومش قادرة أن هي تواجه الأثار الضرة وبالتالي هي بتحتاج إلى دعم وإلى تمويل إذن يوم التمويل هو يوم في منتهى الأهمية لأنه الركيزة الأساسية لتنفيذ كل المشروعات وكل تعهدات الخاصة بالدول الصناعية الكبرى تجاه الدول الصغيرة والدول النامية النهاردة رئيس مجلس الوزراء الحقيقة أطلق ما يعرف بالمنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون هذه المنصة يوسف الحقيقة بتعتبر بمثابة حل أو ابتكار جديد أو آلية مبتكرة من الآليات الخاصة بالتمويل للمشروعات المختلفة المشروعات طبعاً اللي بتهدف إلى المشروعات اللي بتهدف إلى الاقتصاد الأخضر والمشروعات اللي بتهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية المستدامة بشكل أساسي يوسف وبالتالي الحقيقة يعني هذه المنصة اللي بتعتبر ومثلما ذكرت وزيرة البيئة أن هي بتعتبر أحد الالتزامات المهمة جداً من قبل مصر لاتفاق باريس كذلك أيضاً هي بتمكن هذه المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون بتمكن القطاع الخاص أنه ينفذ كل ما يتعلق بمشروعات الاستدامة كمان وزيرة البيئة الحقيقة أكدت على أنه في دور كبير جداً لوزارة البيئة في معالجة كل المعوقات اللي بتقف أمام تنفيذ المشروعات الخضراء أو المشروعات اللي بتسهم في الحدم من الانبعاثات وبتسهم أيضاً في مواجهة الأثار السلبية للتغير المناخي كمان الحقيقة دولة رئيس مجلس الوزراء يوسف النهاردة يتكلم على المبادرة الوطنية غاية في الأهمية مبادرة نوفي ده برنامج وطني بيسهم في الأساس إلى الاستثمار في المشروعات الخضراء مشروعات المياه، الطاقة، الغذاء، وسيادة الرئيس في الكلمة الافتتاحية لهذا المؤتمر أيضاً تحدث عن أهمية هذه المبادرة لأنها بتسهم في المشروعات الخضراء وبتسهم أيضاً في كل ما يتعلق بالمساهمة في تحقيق مشروعات الاستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين وبالتالي إلى جانب طبعاً جلسات أخرى كلها الحقيقة بتهدف إلى تحقيق يعني الهدف الأكبر أو الشعار اللي بيعتمد عليه هذا المؤتمر معاً للتنفيذ ولن يتم التنفيذ إلا من خلال التمويل وتنفيذ كل الدول الصناعية الكبرى لكل تعهداتها تجاه الدول النامية والإفريقية التي تعتبر بالفعل أكثر تضرراً من هذه الآثار السلبية لتغير المناخي طب ريهام أنا ملاحظ ويمكن أظنك ملاحظة معايا برضو إنه إحنا في خلال هذا المؤتمر إحنا بدتكلم فأربعة إيام ووقعنا كمصر بقى هنا على حس مسألة التمويل أنا حب التمويل اللي بيجي لنا من بره ده طبعاً اللي بيخش عشان استثمرات لا يفتكرون إحنا بقولوا حاجة مش كده ولا كده إحنا وقعنا أكتر من بروتوكول تعاون أو مذكرات البروتوكول وفي نفس الوقت كمان وقعنا أكتر من مذكرة تنفيذية فده كلفت لنظري جداً في مسألة الرد على إنه يا جماعة إحنا مش بس عاملين المؤتمر علشان بنستضيفه وخلاص لا ده جاي من وراء استثمارات استثمارات يعني بننتج طاقة بنصدر بعضها بنشغل مصانعنا مصانعنا توفر فرص عمل يعني هل ده اللي وصل لي من خلال التغطية اللي بتقوم بها ريهام وإيمان ويوسف وزملائي ولا إنه ده بجد اللي بيحصل عندكم ده اللي بجد اللي بيحصل على فكرة عندنا وإحنا طبعاً بنحاول إنه إحنا ننقل الصورة بكل تفاصيلها ولكن كمان الجلسات تارية جداً يا يوسف وفيها الكثير من التفاصيل إحنا بنحاول ننقلها ولكن أيضاً فيها تفاصيل كثيرة أخرى فاللي أنت بتشوف واللي أنت بتقرأ هي دي فعلاً الحقيقة الخاصة بهذا المؤتمر والمؤتمر بالفعل الحقيقة بيعتبر يعني إضافة لدور مصر المحوري ودور مصر اللي بيليق باسمها وبحضرتها وبريادتها في المشاركة الحقيقة في تنظيم هذا المؤتمر إنه تنظم هذا المؤتمر بالهدف الأكبر الخاص به وإنه يتعرض لقضية من أخطر قضايا القرن مصر دلوقتي بيرتبط اسمها بأنها الحقيقة بتسهم في إنقاذ البشرية من كل ما يتعرض رهام يعني أكيد هنرجع لكم تاني يعني رهام ويوسف وإلهام وإيمان وسالي وكريم وكل الزملاء اللي موجودين هناك أولاً أشكركم جداً على حقيقي 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 تغطية متميزة يعني والله العظيم شهادتي غير مجروحة على الإطلاق أنا بتكلم بأمانة أنا شايف قدامي تغطية تتعامل فشر سي أن أن حاجة عظمة يعني زميلي شرفوا بجد وهنرجع لكم أكيد مراراً وتكراراً سواء إذا كان في الحلقة النهاردة أو في الحلقات اللي جاية وعلى مدار اليوم كما جارت العادة ولسه قدامنا الحد يوم 18 إن شاء الله ترجعونا بالسلامة